استعمال كورونيتيت تاكيغراف الميقة هذا الجهاز الذي يحدد المسافة التي قطعها هذا السائق ويحدد ساعات الراحة ويحدد السرعة وكل المعلومات كيف نقوله العلبة السوداء تاع السيارة وسوف يخضعها القانون يعني إلى إجراءات صارمة حاليا ماذا نفعل نحن في قيادة الدرك الوطني نعرف الخطوط الطويلة لهذه الوسائل مثلا من طمراص إلى الجزائر العاصمة نعطي تعليمات لأفرادنا عندما يكونوا على مستوى نقاط السدود أنهم يتحدثوا إلى السائق ويشوفوا الهيئة نتاعه وهل هو قادر على مواصلة وحتى نطلب منه إنزاله وفي بعض الأحيان نتعمد إنزال بعض المسافرين حتى في المركبات الخفيفة يعني حتى يعاود كيف نقولوا بالدرجة يضربوا لهوا ويسترجع قيوه هذا هو العمل ولاحظتوا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أن الدركي كفاه على مستوى حافلة هي تتنقل وهو يقوم بالتحسيس وصيارة المركبة تعد درك الوطني راهي ترافق للأخرى إلى غاية نقطة معينة كيكمل التحسيس ينزل ويرجع للوحدة تحتها وهو أسلوب سوف نعتمده مستقبلا إن شاء الله